تمر اليوم ذكر افتتاح قناة السويس الجديدة وهو المشروع القومي الذي أنجزه المصريون في عام واحد حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أغسطس من عام 2015 وذلك بعد عام واحد من إعطاء إشارة البدء في التنفيذ يبقى تاريخ السادس من أغسطس من العام 2015 يوما فريدا في التاريخ المعاصر عندما احتفل المصريون والعالم أجمع بافتتاح قناة السويس الجديدة بمشاركة دولية وديبلوماسية رفيعة المستوى ورغم أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بدء تنفيذ المشروع والذي تم في الخامس من أغسطس لعام 2014 فلم يستغرق إنشاء القناة الجديدة سوى عام واحد فقط من خلال الدعم الشعبي الذي كان وراء المشروع والإقبال غير المسبوق على شراء شهادات استثمار قناة السويس لتمويل المشروع حيث تم جمع نحو 64 مليار جنيه في ثمانية أيام القناة الجديدة جاءت بطول 35 كم بموازاة قناة السويس الأصلية بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى بطول إجمالي يصل إلى 37 كم القناة الجديدة سهمت في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها وتعظيم القدرات التنافسية من خلال إضافة شريان جديد وتفادي أي تحديات ملاحية طارئة واختصار زمن عبور السفن للنصف كل ذلك انعكس على أرقام الملاحة غير المسبوقة والتي حققتها القناة كان لها أثر كبير على الاقتصاد المصري بتحقيق أعلى عائدات سنوية في تاريخها المؤسسات الدولية كان لها تقييمات إيجابية للغاية في هذا الصدد حيث توقعت الإيكونوميست أن يظل ميزان الخدمات في مصر محققا لفائض مدعوم بصورة رئيسية بتوسعة القناة وزيادة إراداتها مجموعة أكسفورد هي الأخرى أكدت أن قناة السويس تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداما بالعالم في حين رأت وكالة فيتش أن قناة السويس ستحفز نمو الاستثمار في مصر مشيرة إلى أن إراداتها المرتفعة ستحقق تعافيا كبيرا بالميزان التجاري للخدمات هذا وتكتسب قناة السويس مكانة دولية خاصة باعتبارها شريانا وممرا ملاحيا رئيسية وذلك لحركة التجارة العالمية نظرا لموقعها الجغرافي المتميز وما توفره من تسهيلات وخدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة ترجمة نانسي قنقر